في هذا المقطع إن شاء الله نشوف مع بعض إزاي بمعرفتي الرسم الدوال الستة السابقة إزاي أقدر أرسم كثير من الدوال الأخرى التي لها علاقة بالدوال الستة السابقة عن طريق ثلاث عمليات العملية الأولى هي إزاحة أو انسحاف اتجاه محور Y بنقول إذا كان الشكل بتاع الدلة F معروف فإن F زائد H هيكون هو نفس منحنة F ولكن بإزاحة الشكل الأعلى أو الأسفل لو كانت ال H مجابة يبقى الإزاحة الأعلى لو كانت ال H سالبة يبقى الإزاحة الأسفل نشوف أمثل على الكلام ده لو أنا عندي F بتسوي مقياس X زائد H مقياس X ده اللي احنا شوفناه قبل كده وعرفنا رسمتها عاملة زي السابعة كده زائد كم زائد واحد الواحد ده الإشارة دي مجابة يعني ال H بتاعتي مجابة يبقى الإزاحة هتبقى لأعلى أنا قبل كده كنت برسمها هنا كده كده لأ دلوقتي هيتم إزاحاتها مسافة دي مسافة واحد وبالتالي هتبقى بالشكل ده دي خلاص دي الجديدة طيب لو أنا عندي F of X بتسوي X نقص 2 لما كانت F of X كان الرسمة بالشكل ده كده خط بيمر بنقطة الأصل هنا طيب نقص 2 نقص 2 يبقى الخط ده هنزله تحت مسافة نقص 2 ويبقى موازله بالزبط كده يبقى ده الخط الجديد وده الدلة القديمة اللي أنا كنت باش عليه العمليات التانية هي إزاحة حوالين أو على محور X في اتجاه محور X لو كان شكل الدلة F of X معروف فإن لو شلت كل X وحطت مكانها زايد H هيبقى نفس الرسمة بتاع F of X بظلط ولكن بإزاحة في اتجاه محور X يا إما يمين يا إما يسار إمتى يمين لما تكون الـ H أقل من الصفر سالبة وإمتى يسار لما تكون الـ H أكبر من الصفر ناخد مثال على الكلام ده لو أنا عندي F of X بتساوي X زائد واحد لكل تربية لما كان الواحد ده مش موجود كنت تدال رسمتها بالشكل ده كده طيب الواحد بقى موجود يبقى أنا هعمل إيه؟ إزاحة إزاحة يمين ولا شمال؟ الواحد دي موجودة يبقى يسار يبقى هنا الواحد ده يبقى بالشكل ده كده يبقى ده القديم ده الجديد ناخد مثال كمان بيقول F of X بواحد على واحد ناقص X لما كان واحد على X فقط كان رسمتها بالشكل ده كده طيب بقت واحد على X ناقص واحد يبقى أنا زودتك على كل X إيه؟ ناقص واحد ناقص واحد دي سالبة يبقى الإزاحة هتبقى ناحية مين؟ ناحية اليمين هيبقى كده أكن هنا خط مكان الواي وتبقى الواحد بالشكل ده كده وبالشكل ده كده يبقى ده القديم خلاص مش عايزه الجديد هو اللي بالخط الأزرق طيب تالت عملية هي الإنعكاس حوالين محور X بيقول إيه؟ إذا كان شكل الدلة معروف فإن المنحنة اللي هي سالب X هيبقى نفس شكل F of X لكن بعد إنعكاسه حول محور X ناخد مثال على الكلام ده لو أنا عندي F of X بجزر X دي كان شكلها إزاي يا شباب F of X بجزر X كان شكلها كده طيب لما حطيت سالب يبقى هعمل إنعكاس حول محور X هتقى بالشكل ده كده يبقى ده خلاص ده الشكل القديم ده الشكل الجديد لو عندي F of X بتساوي سالب X تكعيب فكان F of X بتساوي X تكعيب كان شكلها بالشكل ده كده طيب لما تحطت سالب هعمل إنعكاس حوالين محور X يبقى اللي كانت فوق دي هتقلب تحت تبقى كده واللي كانت تحت تقلب تبقى فوق يبقى شكل الدل عام بالشكل ده كده يبقى ده خلاص وده اللي يمشي معي يبقى زي ما شفنا كده بمعلومية الدوال الستة الشهيرة أقدر أرسم عدد كبير جدا من الدوال التي لها علاقة بمين؟ بالF of X إذا كنت زودت على الدل أو نقصت منها عدد أو إذا كنت زودت أو نقصت من variable X عدد أو إذا كنت ضربت الدلة في إشارة سالبة ترجمة نانسي قنقر